بسم الله الرحمن الرحيم يعني من خارج الشخص اللي بيحلم يعني الشخص الحالم يعني اللي بيشوف الحلم منذ نهاية القرن التاسع عشر اللي هم الأطباء علماء النفس والعلماء الآخرين عايز أقول منذ القرن التاسع عشر وإلى الآن يعني بيدرسوا الأحلام بيدرسوا الأحلام وده مدرع التام مستمر أو هاب بين والفرب فيه يدل على أن الشيء ده بدأ ومازال بدأوا في الموضوع ده من قرن التاسع عشر ومنذ نهاية القرن التاسع عشر وإلى الآن يعني ومع ذلك أو ولكن ممكن أترجمها كده أو كده يعني ما زال أمامهم الكثير اللي يتعلمون يعني في بعض الأحيان يعني تحقيق الأمنيات يعني تكون الأحلام بمثابة تحقيق الأمنيات كلمة يعني تحقيق الأمنيات الحالمون الناس اللي بتشوف الحلم يعني أحياناً يعني أحياناً ساعات يعني أنهم يطاردون طبعاً والتصريف التالت يبقى الفعل مبني للمجهول بيدل على اللحظة اللي احنا فيها دي دلوقت يعني فهو يقولي أن الحالمون أحياناً بيحلموا أنهم يطاردون أنهم يطاردون أو تتم مطاردتهم يعني بواسطة اللصوص أو يكونوا في خطر من النار خطر النار الحريق يعني أو الفيضان وهذه الأحلام المخيفة خلي بقى لكم بقى من كلام صفة مسببة إنما لو صفة مستقبلة يعني مسببة هاي اللي بتسبب فهقولي أحلام مخيفة إنما لو قلت بالإيدي يبقى خائف خلي بقى لكم الترجع باب الـ يبقى دي ايه صفة مسببة يعني مسببة للخوف فنقوله ايه الأحلام المخيفة يعني مخيفة تسمى تسمى يعني يعني الكوابيس يعني الكوابيس يبقى الحلام المخيفة هي الكوابيس الناس يعني عادة يعني بيشوفوا كوابيس يعني بيشوفوا ايه كوابيس لما يكونوا منزعجين من شيء ما في حاجة مقلقاهم يعني أو مخوفاهم بعد كده الدراسات يعني الدراسات يعني أسباب تترجم يعني أسباب الأحلام يبقى نقوله ايه بقى احنا قلنا كتير موضوع ذا واسم ما تترجموش ما تقولش لا تقوله أسباب بس بعد كده تحطوا عليه فلان فتقوله أسباب الأحلام يعني الدراسات بشأن يعني أسباب الأحلام شو تظهر أو تبين عدة أسباب العديد من الأسباب على سبيل المثال التغيرات اللي في المخ تحدث أثناء النوم وهذه من المحتمل يعني مرتبطة بيه الأحلام أو الحلم يعني بطوة لكن لا أحد يعرف بالقدر الكافي يعني تغيرات المخ التغيرات اللي بتحصل في المخ في الحلم ما هي محدش عارف بالزبط إيه اللي بيحصل للمخ في الوقت ده عشان الإنسان يشوف الحلم يعني يعني صحة الحلم الشخص اللي بيشوف الحلم يعني تؤثر على يعني تؤثر على زي أحلامه بتؤثر على أحلامه الشخص المريض يعني يعني حيمر بيعيشوف يعني الشخص المريض بقى عيشوف إيه أحلام مختلفة ها مختلفة عن مين عن الشخص السليم الغير مريض يعني يبقى الشخص المريض عيشوف أحلام تختلف غير اللي بيشوف الشخص اللي بحالها جيدة يعني المعافى يعني لو شخص جعان أو كورد أو طايرد تعبان بردان مثلا يبقعان بردان تعبان أحلامه قد تتضمن قد تتضمن هذه المشاعر بالإضافة إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك جزء كبير من أي حلم بتيجي من من اليوم السابق من أحداث اليوم السابق يعني من اللي شافه قبل كده وسبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه قال الرؤية ثلاثة تهويل من الشيطان يوحزن ابن آدم زي الكوابيس اللي قلنا عليها دي وقال من دمن إيه من دمن الأحلام قال ما يراه الرجل في يعني اللي بشوفه في يقزتي ها فيراه في منامي وما يهم به الرجل الحاجة اللي بتشغله يعني في يقزتي فيراه ايه في منامي وفي رؤية بقى اللي هي ايه جزء من سبعين جزء من النبوة وهي الرؤية اللي هي الصالحة يراها المؤمن أو تورا له آآ فهنا بفعلا الكلام ده مظبوط والكلام ده معناه إن جزء كبير من أي حلم يأتي من أحداث اليوم الصابق أفتن ممكن أقولها أفتن أو أفن النطقين صح يعني ايه الكلام ده قال غالبا غالبا بما يكون الشخص أو المواقف في حلم الليل الحلم اللي واحد بيشوفه بالليل هي تلك التي التقى بها الحالم أثناء ايه النهار وده اللي احنا قلناه برضو جزء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما يهم به الرجل في إقاذته فيراه في منامي بعد كده بقول وبيقول يعني كلام معناه ربما كانت مشاعر السعادة أو خيبة الأمل مشاعر السعادة يعني كلمة لا خيبة الأمل ولنا يعني الشخص محبط فبيقول ربما كانت مشاعر السعادة أو خيبة الأمل التي ظهرت في الأحلام موجودة في الحلم من قبل موجودة في الحلم ايه من قبل فقال يعني كل ما يفعله الحلم وكل الحلم بيعمله أن يعطيهم متنفسة بيعطي يعني للايه للمشاعر الكابت مشاعر السعادة مشاعر الحزن كل المشاعر اللي جواه الحلم ده بيبقى متنفس للايه بيتخرج المشاعر اللي جواه يعني سبحان الله ترجمة هي بص عليها كده كويس الصورة هي واضحة القطعة اللي هتنزلكوا في صندوق الوصف هتحلوها برضو زي ما قلت لكم قبل قبل ما تعرفوا الحل على اساس تشوف نفسك الأول طيب ناخد السؤال الأولاني بيقول لي هنا يعني كلبة تحدث بتساوي بتساوي المهم معنى الكلام ان التغيرات في المخ بتحصل بالنهار يعني وقت النهار ولا قات نون في الظاهرة ولا أثناء النوم ولا ما احنا ايه لين الحلم عايجي لما الواحد يناه يبقى أثناء النوم أثناء النوم أثناء النوم إنما أثناء الوجبات أثناء الأكل يعني طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي تيربل يعني في رباد حلم سيء يعني وحش فظيع حلم وحش حلم فظيع أدي دريم ولا أنايتمير احنا قللين أنايتمير كابوس والكابوس هو الحلم السيء الفظيع يبقى أنايتمير إز تيربل دريم دريمر دا الحالم ها ودريم لاند دي أرض الأحلام لا هي أتيربل دريم دا نايتمير هي مكتوبة في آخر السطر شايفنا مش هنتلع فوقه لحالي كل ما يفعله الحلم كل اللي الحلم بيعمله بيعطيهم متنفسة بيعطي مين كتب لي هنا اختيارات دريمز الأحلام يبقى الحلم بيعمله بيعطي للأحلام متنفس ولا بيعطي الكوابيس متنفس أو تلتة يعني متنفس ولا دريمرز الحالمون ولا فيلنز المشاعر هنا هيحصل نيها تبقى شوية طبعا دريمز الأولانية الكوابيس دول خلق اللعبات هتيجي بقى بين دريمرز الحالمون وفيلنز المشاعر المشاعر اللي عند الإنسان مشاعر القوف مشاعر الغضب مشاعر السعادة المشاعر فهو بيعطي ها للحالم نفسه متنفس للشخص الحالم ولا للمشاعر اللي جواه المكبوتة جواه لا للمشاعر نفسها اهو بيعطيهم متنفس المتنفس بتبقى للمشاعر اللي جواه بيخرجها يعني بيخرج المشاعر اللي جواه يبقى بتعود على آخر واحد المشاعر صلي بعد كده بيقول لي نحن ندرس الأحلام تعالوا نحسابها لما قال هنا قال فوق الحتة اللي يعني بيقول بيقول الكلام ده ايه منذ نهاية القرد التاسع عشر القطباء وعلماء النفس وغيرهم من العلماء بيدرسوا الأحلام يبقى باله ما ده بيدرسه منذ نهاية القرن التاسع عشر النهاية القرن التاسع عشر يبقى خلاص نقول لنا خلاص القرن التاسع عشر خلص يبقى ناخد القرن العشرين كله وإلى الآن وإلى الايه الآن فهو يعتبر الفترة ايه اهو فور ايه اكيد اكتر من مت سنة لان احنا تلوقت خلاص القرن العشرين اللي فات ده مئة سنة وهم اخدوها من نهاية القرن التسعتاشر نقول أواخر القرن التسعتاشر ومئة السنة اللي فاته والكام وعشرين سنة اللي احنا فيهم ده احنا في الفين اربعة وعشرين يبقى احنا دلوقت منتكلم عن فوق المئة سنة يبقى أكثر من مئة سنة محدش ولي بقى مئتين سنة احنا لسه ما خلصناش المئة سنة اللي احنا فيها سؤالي بعد كده بيقول لي يعني افضل عنوان للقطعة هو الكابوس. هو ما بتكلمش على الكابوس بس. بتكلم على الاحلام عموما. يبقى اسباب الاحلام. وهي دي اللي جابه الصح. اسباب الاحلام. طب واحد يقول لي طب الاحلام بس ليه. هو ما بكل اللي بيقوله بيتكلمش على الحلم. بتكلم على الاسباب. او لما قال ايه? الدراسات اصغرت اسباب الاحلام. والشخص بيشوف الاحلام لاسباب عديدة. او الاحلام دي بتبقى بتخرج المشاعر اللي جوها الانسان. يعني هو عايز يقول ايه? الاسباب اللي بتقدن ان واحد يشوف الحلم يعني. يبقى زاكوزي. خلي بقى لنا برضو بسؤال لغبط عشان ممكن كله اختار الدريمز. سؤال اللي بعد كده بيقول. يعني متضايق منزعج. اه? اه اعايز كلمة بقى عكسها مش مرادقة. شرف المبتحج. مبتحج فرحو? عكسها يبقى على طول شرف المبتحج. الميد متضايق وساعد حزين وورد الان. كل ده معنى قريبين او من ابسط. انما العكسها يبقى ايه? شرفل. سؤال اللي بعد كده بيقول. ممكن ممكن نستنتج يعني من القطعة دي ان ايه? العلماء يعرفونا. العلماء يعرفون كل شيء عن الاحلام. العلماء يعرفون كل شيء يعني ما لا تفهم بشكل كامل. مش مفهومة بالشكل الكامل. وطبعا العلماء يعرفون كل شيء عن الاحلام دي غلط. لان هو قال ايه? قال ايه? قال ان الان الناس العلماء بيدرسوا الاحلام منش عارف من ايه? ومازال امامهم الكثير ليتعلموه. خلي بالنا من اللوز ايه? ومازال امامهم الكثير ليتعلموه. فلما يقول للعلماء يعرفون كل شيء عن الاحلام غلط. لم تفهم بالكامل دي قريبة. دريمز الاحلام have nothing to do with one's health. يعني ما لهاش علاقة بصحة الانسان طبعا كلام غلط. يعني قال الشخص السليم بيشوف حي المجال اللي بيشوفه المريض. بعد كده بقول ليه? ليست زاد فائدة يعني. لا دي بتبقى متنفس للمشاعر. يعني مهم الكلام ان العلماء ها? العلماء are not fully understood. يعني غير مفهومة بالشكل الكامل. يعني ما وصلوش لدرجة الكمال في فهمها يعني. لان لسه امامهم ما زال امامهم الكثير ليتعلموه. طيب. السؤال اللي بعد كده بقول لدي ممكن تبقى جزء من ايه? ايه سيه مقال? مقال مكتوب? مقال عن الحلم? او او فلسفة الاحلام يعني الليه الناس بتشوف الحلم? فهم قصيدة? نقف الرواية ولا بلاي مسرحية? طبعا هتبقى ايه سيه مقال? ها? ده ممكن يكون جزء من مقال. مقال عن ذا كورزيز وبتبين ذا اسباب الحلم. الليه الناس بتشوف الاحلام. تمام? وبالتوفيق ان شاء الله.